بوتين يعترف بخطأه الأساسي مع أوكرانيا في واقعنا من السهل أن ننخدع ونخطئ لكن يظهر أن نهاية المصاري التقليدي للمقارنة أصبح محسوسا وقاع الأسبوع الماضي ليست أكثر رعبا من عدم القدرة فيما نستحقه الآن فلاديمير فلاديموريتش اعترف بخطأه الرئيسي في أوكرانيا في بداية الأسبوع وزير الخارجية أوكرانيا ديمترو كوليبة صرح بأن أوروبا ليس لديها لا الحق الأخلاقي ولا الحق السياسي في التخلي عن دعم نظام كييف وبطبيعة الحال فرض المزيد من المال والسلاح على أوروبا والحزمة التاسعة من العقوبات وأوروبا حاليا هي الغرب الجماعي أصبحت تظهر عليه بعض علامات التعب والمنعرج ظهر عند ضرب صاروخ أوكراني لجرار بولوني لم يكن الأمر حادثة ضرامية بل وسيلة استفزاز من أوكرانيا والأقمار الصناعية الأمريكية توضح الأمر وحاليا الاعتراف بأن الجنود الأوكرانيين يقترفون جرائم حرب في حادثة مكيفكا وتبرير كييف أن هؤلاء الجنود خورة كان مثل وقع الحديد على الزجاج ومقالة نيويورك تايمز حول عدم قدرة الغرب على إمداد كييف بالذخائر أمر أكثر وضوحا وكيف تتحدث في المقابل عن عدم قدرة روسيا وفي لحظة إعلان نهاية الصواريخ جاء الرد الأول أما الرد الثاني بعد إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب مريا زخاروفا قالت بالزخة الصاروخية كإجابة بل إن أجابتها كانت بأن أوروبا طرع التفاحة والبلاها نعم فقط سأقول إن مجرد جعل 70% من بلد خارج الكهرباء يؤكد أن لدينا المحول نستطيع أن نشعل أو نطفع الكهرباء حيث نريد ما نريده نفعله نفس كلمات المتحدث الرسمي جيمي شيا في 1999 في قصف يوغوزلافيا أهلاً واسهلاً لكم في حلقة جديدة زمن أسرار شرق وسطية سيناريو يوغوزلافيا مع الناتو تماماً كسيناريو روسيا في أوكرانيا هذا ما يلاحظ والعقدتان معاً متسايرتان في نفس المصار هذا أمر واقع 1999 تحول العالم نحو الأحادية القطبية الحقيقية ما بعد الحرب العالمية الباردة أو الحرب الباردة إذن أمامنا 1999 لحظة يوغوزلافيا في هذه اللحظة ظهر وبشكل واضح الغرب يفرد على أوروبا ما يريد كما يفعل الآن الأمريكيون يريدون أن يفردوا مرة ثانية كما حدث في 1999 وجعلوا أوروبا وغرب أوروبا تحت سيطرتهم الآن يعيدون الكرة ودائماً لتكريس قوات أمريكا في التجاه الآخر روسيا تريد أن تصدع بشيء آخر بحق آخر اسمه الاتحاد السوفيتي والحقوق التاريخية وبعض ما سمي بالخلافات الحلولية من داخل الاتحاد السوفيتي قبل أن يذوب إذن العملية اليوم هنا سيناريو بسيناريو لكن كل هذا متجاوز لأن بوتين لا يريد أن يتجاوز خطوط عادة رسم الخارطة انطلاقاً من أوكرانيا تماماً كما الغرب في 1999 مع أمريكا ويظهر هذا واضحاً في راغبته في عدم قتل أوكرانيا لكن الغرب يدفع مباشرة إلى سحق الاثنين معاً سحق أوكرانيا بروسيا والأمر بعدها يمكن أن يعود مباشرة إلى النيتو هذا هو أهم ما يريده الآن الأمريكي بالنسبة لبوتين عندما اختار هذا السيناريو يعني الضربات وليس القوة المفرطة وبعدها مباشرة الوصول إلى العاصمة والعودة إلى أقول لهذا تاكتكات عسكرية كانت السياسة هي التي تلعب الوضع لأن الإحساس من القوة يدفع إلى المزيد من التسييس لكن في واقع الأمر الآن أصبح هناك معناً عسكري ودائماً تحت البوصلة السياسية كما هو واضح زخروفا واضحة في أن الضرب الثاني أو الرد الثاني الصاروقي كان ناتجاً عن تصويت البرلمان الأوروبي بأن روسيا راعية للإرهاب في هذه الحالة كان واضحاً أن إخراج دولة من الخارطة حالة محتملة يخيف على الأقل الرئيس الروسي أن تدمر كل أوكرانيا كان يحافظ إلى المدد الأخيرة على أن تبقى أوكرانيا بأقل الخسائر لكن أمام بعد خاركيف أصبح الوضع مختلفاً وبعد خارصاً أصبحت أوكرانيا تخسر أكثر الآن 70% من أوكرانيا بدون قهراء وحالياً في زابورجيا والأمر أيضاً سيتواصل إذن تريدون عدم حفاظ روسيا على زابورجيا إذن فلتدمروها والتدمير أسهل لأن هذا سيشعل هذه المنطقة مدمرة وستصبح أوكرانيا كلها من دون معنى الدولة الآن ستدمر هذا الذي لم يرغب فيه الروس والأمريكيون وزنينسكي يريد الوصول إلى نهاية أوكرانيا بتحرير كل أراضيها وأن يدفع الغرب أخلاقياً وسياسياً كل ما دمره لأنه كان يخدم أساساً تدميراً روسيا وبتدمير روسيا هذه الملايير لتدمير روسيا يجب أن يأخذها لبناء أوكرانيا بعد تحجيم دور روسيا إذن بالنسبة له فالأمر يتعلق بالموقف السياسي والأخلاقي من غير الممكن لا أن يتراجع أحد هو الشعب الأوكراني خلف زيلنسكي يريد ذلك لهذا فإقناع ما رآه على وجه التحديد زيلنسكي في موقف أمريكا أولاً بدعوته إلى الخروج كما تماماً الرئيس الأفغاني بعد هجوم طالبان كان واضح أن هذا هو الخيار بالنسبة لألمانيا أيضاً وهذا ما انتقده زيلنسكي إذن واقع الحال الآن أننا أمام إعادة الصورة وبشكل كبير للغاية في أن أوكرانيا اليوم ستعاني لأن التدمير الشامل قد يحدث للغاية فالصهر على أن تبقى أوكرانيا بعشرة في المئة من الكهرباء قد يكون في ضربة ثالثة وهذا هو المتوقع ودائماً هناك خسائر إضافية ويبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لحضور الباتريات وقبل دخول الباتريات سيكون الرد مباشرة بصواريخ إذن الذي كان يقتنع بأن روسيا لم تعد لها صواريخ وأن إسكندر انتهى وكل شيء انتهى ودائماً إعلان نهاية الذخائر ما في المستودعات هذا هو الشغل الشاغل لاستخباري بالنسبة لأمريكا لأنها في اللحظة التي لن يتمكن فيها الروس من ضرب أوكرانيا بالصواريخ آنذاك يمكن الهجوم وكل هجوم خاركيف وإخراج الأوكرانيين من المدن كان بقرار من الاستخبارات الأمريكية بأن الصواريخ البعيدة المدى وبعد تهدئة واسعة لعدم قصفه كيرو ثم كان الرد بشكل واضح الآن الروس يقاتلون بشراسة لأن الغرب الذي لا يقتل حرية وكذا وبلاد حقوق الإنسان وإلى آخره وعندما يقتل الأسرى أو على الأقل الجنود العزل هذا يعني أن الحكم على آخر على روسين بالخيانة وإعدامه في الميدان هذا كله أو الإعدام البارد كل هذا يجعل من محاولة المزيد من العنف هذا الذي سبب أيضا في عدم تعاطف الجنود الروس مع الأوكرانيين خصوصا أن هناك من له أصول ولديه ذكريات مع الاتحاد السويتي على كل حال إذن أمامنا هذا التصور التصور الثاني والشديد الحساسية اليوم أن هناك من يريد تدمير أوكرانيا ولم يعد هناك خط أحمر الآن ولا أي خط لم يعد هناك لون الخطوط في أوكرانيا فأصبح التدمير في مقابل التدمير لهذا فالوضع اليوم سيستدعي المزيد من التدمير وهذا كله ناتجا عن قرار يحمل فيه على الأقل رئيس بلاروسيا أوكرانيا إن راغبت أوكرانيا في أن تدمر بشكل نهائي فهذا احتمال والد وآن ذاك ستصبح الخارطة مختلفة للغاية إذن زيلنسكي يتحمل جزء من المسؤولية هذا الذي قاله الإيطالي في وقت سابق بالرسكوني قبل بداية العملية والآن يظهر أن بوتين يريد أن يضع بصمات لتحميل الأقلانيين المسؤولية والغرب بعد إعلان إقاليمه الأربعة وإعلان دائما أنه مع المفاوضات في الوقت الذي يكون فيه مدوجة ثم قصف لإعطاء مبررات للوصول إلى هذه التدميرات دون أن يكون هناك مسمى ضربات الغاشمة أو العنف الغاشم وهذا الرهان الرهان القوة الغاشمة لا يريد أن يسطره أساساً الغربي أو جزء من الغربي على الأقل للتواصل ودائماً يريد أن يحافظ على مفاوضات مع أمريكا للعب على نفس هذه التوازنات وبالتالي الوصول إلى قتل أوكرانيا لكن دون جثة شكراً جزيلاً وإلى اللقاء